كان هناك انسحاب للجميع البلدان الخاصة في 2025 لتمكين المغرب والبلدان الافريقية التي تقدم طلب استضافة كأس العالم 2030 أن تتمكن من التحذير وبالتالي فكان هناك تجاذب وكان هناك نقاش حول هذه المسألة وبالتالي فإن كأس أمم إفريقيا 2025 ستقام في المغرب فلنصف يعني مو تسبي بقي تسبيت الجزائر إلى آخر مق فيما كنت يزورهم كنت يدينهم الوعودات وضحف البلاطوية للفاز الجزائرية بأن مو تسبيت وعدهم كانوا ناويين من المو تسبيت وعدهم كأس أفريقيا لأن المو تسبيت مجنوب إفريقيا جنوب إفريقيا والرفيق الحميم دي الجزائر سياسيين ولكن الكورة عندها قواعدها اللي بعيدها عن السياسة ثانيا يعني هاد الجملة بنسبة المو تسبيت بأن عطينا المغرب كأس أفريقيا للأمم 2025 حيث مرشح باش ينضم 2030 كأس العالم وبالتالي مخصناش نضيرو جيرو ونسندو ونكونوا معاها كنا وعليها الدول كلها نسحبت لا الدول ما نسحبش اللي نسحبتها الجزائر وحدها وقال بأن جميع الدول قدمت العروضية لها الجزائر ما جاتش قاعد باركة من الكدوب وبركة من السياسة الخاوية وبركة من تثبات السيمو تسبي سنرى هذا بعد الفاصل الإشهاري أهلا بكم سيداتي وسادتي في الحلقة الجديدة دائما نخصها لفوز المغرب بتنظيم كأس أفريقيا للأمم 2021 بيستحقاق وسنرى لماذا بيستحقاق رغم أنه متسبي حاول في آخر لحظة مرة أخرى يخلي الجزائر ما تتقلقش علما أنه كأخص يقول ما شي معقول جزائر تنسحب من الملف يوم قبل الإعلان على الفائز وهذا هروب إلى الأمام وهذا شيء ما قاش هذا شيء ما كان مشكلة أنه رئيس الكاف ولكن على الأقل يبقى متازين ويعطي قيمة الليجنة الكاف لأن الليجنة تفتيش الكاف المراقبة أعطت نوقات وبالتالي مخصوش يقول نهائيا بأن حيات المريم مرشة إلى 2030 نحن كنا تجمعنا وتتفقنا لأننا نعطيه إلى 2025 لا المريم ما أعطاش عليك أولا ثانيا أنت عندك صوت واحد وفيما تقادل أصوات 22 مصوت 11 11 صوت ديالك تيسوا جوج في حالة تتعادل الأصوات في حالة توازن الأصوات وإلا فصوتك لا يعني ما عندوش قيمة أكتر بصوت البوروندي ولا الصوت ولا أي دولة أصغر دولة في إفريقيا صوتها وصوتك بحال بحال هذا باش للناس يعرفوا شنوما القوانين الهيكالية ديال الكاف ثانيا تم تسريب يعني الحصيلة ديال لجنة التفتيش والمراقبة ديال الكاف ليزار جميع الدول مترشحة واللي أعطات نتائج مبهرة للمغرب حيث المغرب فاز على الجزائر في جميع لكختار جميع لكختار ما كيش شك ختار واحد فاس في الجزائر الجزائر تقولوا بأنه بنوى الملاعب الملاعب ديال محسن المغرب المغرب فاز عليهم في الملاعب لحسب لجنة التفتيش الكاف اللي كانت لجنة مستقلة أوروبية من ألمانيا أنا أعطيكم في هذا الفيديو تشوفوا جميع التنقيطات اللي أعطات اللي جنة التفتيش الكاف للمغرب والجزائر ونعود يعني في جميع في جميع الحويش المغرب غالب الجزائر فيزيون كونسيبتي إيريطاج المغرب 699 جزائر 65 لزاس بي بوليتيك إيكونوميكو سوسيو إيو وفيرنومنتو المغرب 37 جزائر 63 لزاس بي جويدك المغرب 99 جزائر 95 لسورة الأمن سيكوريتي سيروي 388 المغرب 71 جزائر في الإستاد الإستاد المغرب 88 جزائر 78 لزاس فخاص تركتور مغرب 49 جزائر 57 لزاس فخاص تركتور ناشونال مغرب 57 جزائر 67 مغرب 22 جزائر 67 لزاس أورغانسيونيين الفينانسيين مغرب 360 جزائر 50 في توتال مغرب 85 على مغرب 72 شنو عطيتي ناسي موتيبي الملف المغربي أقوى بكثير من الملف الجزائري وهذا واضح في تقييم لجنة تفتيش ديال الكاف مباركة من الهدراء الخاوي على حسب اللجنة على حسب النتائج على حسب تصويت المغرب فاز باستحقاق بتنظيم كأس إفريقية للأمم 2015 ضد الجزائر وضد نيجيريا وضد لبينين هذا واقع لا يعتفع واقع وخيبقى يتبت موصيب تلغده في الصبح ما عنده ما يتفلع الجزائرين إلا يبغى يبغى وهو مش وعد يتفلع لهم باش لكل الفيسادية لهم هذا أشغلهم عنده زودابا الملاعب اللي المرتقب باش تحتاضن كأس إفريق الأمم 2025 وهناك ينتدخل للأخي والزميل سمع المغودي في برنامج شوط تالت في البيين سبور الإخبارية نخليكم معاه ونعود المدن المتوقعة حديثنا عن المدن المتوقعة لاستضافة هذا الحدث الكبير هناك في المملكة المغربية والله عزيزي أعتقد أن الأمر واضح جدا المدن الكبرى التي تتوفر على كل شروط النجاح من ملاعب في المستوى العالي على مستوى أيضا المواصلات على مستوى القرب أيضا بين الفناتق والملعب وعلى مستوى أيضا حتى على مستوى ثقافتها السياحية إلى غير ذلك أنا أعتقد أن المدن الكبرى هي واضحة بملعبها الطانجة فاس والرباط والدار البيضاء وأقادر ومراكش والتنافس أيضا حتى داخليا سيكون قويا وقويا جدا بين المدن بين المؤسسات المنتخبة بين المجالس المنتخبة أيضا لكل واحد سيبحث أيضا عن تكديم أفضل ما يمكن لمدينته لتكون أفضل صورة تسوق أيضا عن المدينة إفريقيا وعالميا وبالتالي أنا شخصيا أعتقد بأن قد أقول وبكل افتخار هنيئا لإفريقيا وليس هنيئا للمغرب هنيئا لإفريقيا لأن خطارة المغرب والمغرب سيشرف القرى الإفريقيا إن شاء الله وفي نفس البرنامج كانت تدخل ثاني ديال الأخ محمد المغودي الذي تتكلم على كيفية شنو ما الحويش اللي تيميزوا هاد المدن وهاد الملاعب وأشياء القرب مع المطارات مع محطة القطار القرب مع ملاعب التداريب علم أن المغرب يخصص لكل دولة مشاركة ملعبا خاصة للتداريب ويخصص ملعب خاص للحكام يعني كان 24 ملعب بغير الملاعب لتلعب فيها التداريب زائد ملعب للحكام يعني المغرب دار داك الستندار انترناسيونو باش إن ضمنت كلاس إفريقيا للأمام بفقوش عشرين نخليكم مع تدخل ثاني السيم محمد المغودي عزيزي أن المغرب حضر بشكل جيد لهذه المناسبة ولعل استضافته لمجموعة من التداريب في مختلف الأعمار وأيضا لعله أيضا وضع ملعبه ورحن إشارة المنتخبات الإفريقية والإصراف على التحذير لها والإعداد لها أعتقد أنه اكتسب ما يكفي من الخبرة ليكون التنظيم جيدا وبشكل كبير حتى على مستوى الأمن أعتقد أن العالم يشهد بأن المغرب كان حاضرا أيضا في مونديال قطار وبالتالي أن كل هذه الخبرات الأمنية والتنظيمية وبالإضافة إلى الملاعب الكبرى بالإضافة أيضا إلى ملاعب التداريب وهذه النقطة جوهرية عزيزي أيضا أيضا لودة من إضافتها أن هذه الملاعب أيضا محاطة بملاعب التداريب كل هذه المعطيات ستجعل من الاستعداد والحضور وأيضا المشاركة في هذا الكاس أو في هذه التظاهرة سيكون ناجحا بكل المقاييس وباش ننهيو هاد الحلقة ديال اليوم نخليكم مع الملاعب اللي تحتضنها اللي تحتضن كأسفريق الأمم 2025 هناك ملعب طنجة اللي سيصبحوا تي الفئة دياله يعني يصبح تي هز خمسة وستين ألف متفاريج واللي يتقطع الكامل ثم ملعب الرباط اللي تهو يصبحوا يحفروا له طارطون ديال حلبة ألعاب القيوة هاد الطارطون اللي تحتفر يدي يزيد في ساعة الملعب سبع عشر ألف مقاعد إضافي ويصبح تهو عندو خمسة وستين ألف ثم ملعب أقادير ثم ملعب مراكوش ثم مركب محمول الخامس بالباربضاء ومركب فاس الدولي واللي تهو من المنتظر باش يتحفر طارطون دياله ويصبح تهو خمسة وخمسين ألف متفرج وكي الملاعب احتياطية اللي هي بركان وجدة ملعب مولي الحسن وملعب بلدي بالقنيطيرة بالإضافة إلى ملعب خاص بالحكام وملعب للتداريب نتمنى الله باش هاد النسخة أفين ونسخة تكون أحسن نسخة في طاريخ كأس إفريقيا للأمام وإلى اللقاء في فقرة أو في فيديو قادم بحول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة